بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله الرحمن الرحمن الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين معكم أخوكم عبد المرسل أحمد لعمل شرحات الخارصانة والتربة أتمنى لكم تدورونا على اليوتيوب لأنك تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمة لعمل شرحات الخارصانة والتربة وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها وأرجو مع حضرتكم الضعبين ونتمنى أن نحن من دولة إن شاء الله هتنزل لكم وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نهارا إن شاء الله هنتكلم على اختبار من اختبارات الخارصانة وهو اختبار الخارصانة بيتكلم على إزاي حلامة الخارصانة اللي هي البلاستيكية الخارصانة البلاستيكية بيبقى لها هدف من الأحداث الراجل اللي هو المصمم الخلطة بيعملها الخارصانة بيتكاة تستعمل حاجة من إذنين إما إنها هتستعمل تعتبر أنها جزء من الطربة من الأرض إما إنها هتستعمل تبقى كجزء من الأرض وهيظل مستمر تاني مع مدى الحياة أو مع طول وجود المشروع إذا كان هوا هيعمل إن الخارصانة البلاستيكية ديتها عشان هتبقى جلد من الطربة فلازم يكون فيها بتقيد الرجولة بتاعتها اللي هي اللي هو السلسة بتاعها إن هي أجلناها جلد من الطربة بتتحرك وتروحه تيجي بمعنى الصح بمعنى الصح بيبقى في مشايير بيكون محتاجة حفر جيد أو عميق الحفر دوت بيبقى فيه مية ممكن بتبقى تحييل ميجينات فجمعنها خارصانة البلاستيكية بحيث تمنى النفازية بنتاعة المية إنها تعادية عن الناس اللي شغالة لها ومعداد إذا هذه الأساس بتاعها هي تمنى عن نفازية بتاعت المية إذا معنى كده نحن مش نمتاجين لها جهد عشان كده طالبها بيكون القوضة بتاعها ميجا أو ميجا وموس بكثير جدا ليج ميجا أو ميجا وموس؟ عشان أسهلت تكسيرها بعد كده خلاص يقدر الغرض منها وهو منعت النفازية بتاعت المية أنا أعادي على المنشأ اللي انا شغالي فيه وبعد كده تكسر عشان كده الرجل يوم بيعمل الدزان بتاع الخلطة دي ده نحط بالاعتبار حاجات يحط الحاجة أول حاجة نظام التكريب الابتصادية هل الموضوع الخلطة خلاصانية هتكلف؟ ولا لا بالحاجة الثانية هو بيحط بالاعتبار الظروف الموجودة عنه في المنطقة اللي هو شكل فيها المنتيريا اللي هتشتغل به سواء كان هيتشتغل بركام كسر الحاجة او هيتشتغل بظبط قطعي او هيتشتغل بظبط كسر هو بيحط دي كلها فيها كبارات لما هو بيجي يشتغل أولا وجود الحاجة في الشوق بتاعه برضو بيستعمل أسمان تكو بيسي برضو مع الخلطة دي ما يستعملش الظروف الظروف الثانية بالإضافة ان هو بيستعمل مادقة مهمة جدا بالخش معه وهي مادة البنط ميت مادة البنط ميت تبقى مهمة جدا بسبب زيادة نعمتها العالية هي دي تقفل المسامات بتاع الخلطانة وتمنع ان المية تعادل ده لو كان هيتشتغل خلطانة بلاستيكية انها تتشغل مع الوقت مع انتخاب التجهيزات المشروح تتشغل بساهم انها تكسر وتتشغل لان هو لو يكلفت وهو بيكسرها بعد كده لو هو وصد عملها ويزود كمية الاسمانة كمية الاسمانة دي ده وزادت معنا كي هيتبقى فيها صلاوة حيزود في السادة بتاع البنطة كراجع عاملت التزايا كنفتع الشركة مش وفضلها عشان كان يكون اجهاتها الله يفره لو هو هيعملها كساتر ويوضل مادة الحياة مع المشروح انها تفضل كبادة مادة السادة هيتبقى تبقى اجزاء احواطط مع بعضك كيف الموت وفي شركات مشروحة في الحاجات اللي مش عايزين نقول اسمها بيبقى الاسمانة للسادة بجهدها اعلى ممكن يوصل بخمسة ميجا او اربعة ميجا على حسب برضو الزائن معمول لان دي مش هتكسر بعد كبه يبقى دي مطلوب منها الجو ومطلوب منها عدد النفسية انما الاولية مطلوب منها عدد النفسية ومطلوب منها الجوة بحيز تبقى الخرصاء معقوعة فاكد هورت في وسط الطربة وتروح وتيجي معها مش معناها لاتمين يعني بيبقى فيها بلولة فيها بس ستي وده هنعمل ان شاء الله بيجي نتكسر معيها انا عملنا خطة ضايرة وهنعملها بعزمين ان شاء الله والخطة ديت ان احنا وصدنا ازاي النسب والاوزان وادلنا نحدد من خلال الكسافات واليونتوير والفاينال ثمودية ده كله ده ان شاء الله هتكلم فيه ما ليجي نعمل الخرصانة اللي هي الخرصانة المسلحة ونعمل الضائب بتاعها ازاي ونجيب النسب بتاع المتايل فاحنا هنركز على حاجتين حاجة اللي هي اختبارات ابنطنايه ودي اللي بتهم ناس كتير جدا اللي بنحب لنا منها احنا كده هنختبئ نعمل اختبارات ابنطنايه واختبارات ابنطنايه تقريبا كل الناس عرفها هو بنعملها نشوف هالقلوية ولا ابنطنايه حامضي ولا قلوي وحنا عتدت لتحد بتاع الحامض ابو القلوي اللي هو سبع لو كان تحت السبع يبقى حامضي لو كان هو السبع بالاضافة هنعمل اختبار تاني اللي هو اختبار بيشوف اللي زوجة بتاعتها او بنوع عن طريق الجهاز اللي هو المرشد وبنعمل لها اختبار الكسافة عن طريق المنزام احنا نشوف بردو فيديو بردو ناطق في النظام حديث ويعمل لها اختبار البيبار كيك تين اختبار اللي بيتم عليها في واحد من الناس زمانيه بيقول دلوقتي احنا بلمش منها ما يعمل لها الـ اختبار الـ اختبار الـ بيتم يعني البطولات لما يتقول احنا بيستعملوه في الحفر عشان كده انا مش هستعمله لان البطولات دي تعملوش رامن دلوقتي عشان يجيب بيت تلكون ممكن برضو شكو الجهاز بالمناسبة ده هل هو الجهاز بتاع السند السند اللي بيتعمله ده اطرعا اه امبوب زجاجة ده مدرج 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 هوات وديك مش او منفل بيبقى ملاز بتاعته وخمسة وسبعيجي بتبقى ستنفت بالشكلة واتحط بجعها وان شاء الله دي لما يجي وقتها همش راح هتتعمل ازاي وان شاء الله دي لديك فكرة برضو لان في الهاتف كابت التالي تقول احنا نعملش دي كانت فكرة بسيطة جدا على قد الكريات لها بالنسبة للخلصانة البلاستيكية وان شاء الله في الخلصانات التالية المسلاحة وان شاء الله هنجيب النسبة بجيبها ازاي ونسبة الزارة للرامب ونسبة الركام سواء كان الركام واحد او ركام اثنين وعلاقه ونسبته بنتبال للرامب بالنسبة لبطولات وقد ترجع الوصف الامريكية ال ASTM D وان شاء الله هتلاقي الاختبار بتاعت النطب كله او اختبارات النطب بكده هترهون الخلصت كده واتمنى ان اكونوا فقت واشكركم والسلام عليكم الله والله وبركاته واشكركم لحسن متابعتكم وكان معكم اخوكم عبدالناصر احمد بلبري لعمل Eleversoe واتمنى ان اكونوا فقت وارجمكم التعليق مازل نتوش متابعتنا على يوديوه وعلى صرحتنا في فيس بوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.